كيف يمكن للمعلم أن يقدم المادة لأن الشيء الأساس الذي أريد أن أركز عنه هذه المحاور الخمسة أن نجيب كيف تصبح معلما قيميا مؤثرا أن نجيب عن لماذات الأربعة لك ولهم بيان الموضوع المحدد بنقاط براعات الكيف وخطوات التنفيذ ماذا لو نجح وماذا لو فشل الموضوع ثم ننتقل إلى ثلاثية وسائل الإقناع وهي يعني نظرية أزعم أنني بدأت بها واعتنيت بها من 15 عاما ثلاثية وسائل الإقناع من خلال ثلاث ألفات وهي الإبهار والاختصار والاختيار وهذا موضوع يعني يحتاج إلى وقت وفي الجامعة عندي نقدم في نهايتها رخصة يستطيع الإنسان من خلالها أن يصبح داعية جماهيري وإعلامي جماهير القاعدة الأولى التي نبني عليها قبل أن ندخل في هذه الرباعية من الأسس أنه لا يهمني ما تقول الأهم كيف تقول يعني من قبل قليل أستاذ عمار عم يركز على قضية أنه ما القضية قضية معرفة فقط لأحداث السيري كيف نقدم هذه المعرفة ولفت انتباه أنه لا يمكن يعني ليس من الأسلوب العلمي الحقيقي الذي يوصل المعلومة أن نعتمد على الوسائل البصرية فقط لابد من لمس الأشياء إذن كيف تقول هو أهم مما تقول وللحقيقة نحن عندنا مشكلة في العالم الإسلامي في تقديم المعلومات يعني الآن خلاصة ما وصلت إليه دراسات في بعض الدول العربية أنه المشكلة في التعليم في العالم العربي ليس ماذا نقول المشكلة في كيف نقول لذلك نحن نحتاج إلى مدرب ومعلم مؤثر مقنع يستطيع إيصال المعلومة بشكل أفضل وهي خلاصة وجود سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام على الأرض يعني كان من الممكن أن الله عز وجل يرسل القرآن الكريم كما أرسل الألواح ويعني يأتينا مليارات النسخ من القرآن الكريم ويكتفي الموضوع لا أن الله عز وجل يرسل النبي عليه الصلاة والسلام بأحداث على مدار 23 عام ليعلمنا كيف نقدم هذا الإسلام وكيف نقدم هذه القيم إذن هناك شيء أساسي يجب أن نركز عليه كيف نقدم معلوماتنا مهما كانت غالية ومقدسة ومرتفعة القيمة إذا لم نحسن التقديم فلا يمكن أن تصل المعلومة للناس وهذا هو البلاغ المبين هناك بلاغ لكن هناك بلاغ مبين إذن يهمني كيف تقول الأمر الآخر فقط قاعدتين من أصل عدة قواعد لا يهمني ما تقول الأهم ضرورة ما تقول يعني الآن كم هو ضروري ما نقول عندي برنامج أنا عندي فضل الله حوالي 35 برنامج عندي حوالي 15 ألف ساعة تلفزيونية وإذاعية من أهم البرامج اللي قدمتها هو رد على الشبهات فالناس اليوم كثير من الشباب عندهم شبهات كثيرة من على رأس هذه الشبهات الآن عالميا وأنا الآن عيش في أوروبا هل الدين نفسه ضرورة؟ يعني الآن هل تعلم السيرة ضرورة؟ هل تعلم القيم ضرورة؟ فالآن الإجابة لازم تكون واضحة لأن هناك عشرات المشكلات على رأسها عنوان هذا البرنامج حتى لا أصبح مرتدا يعني اليوم في بعض الشباب المسلمين هناك مواقع كثيرة صارت عم تنادي أنه أخي نحن بأيان بيننا وبين لحظة فإما أن تدركون أو لا والكلام النظري لم يعد يعني يجدي نفعا فقط كلام النبي عليه الصلاة والسلام مليئ حياته في التعليم بالحركة بالانفعال بكل وسائل إيصال المعلومة وعلى رأسها أن يكون معلما بالقضاء إذن لا يهمني ما تقول يهمني كيف تقول الأمر الآخر لا يهمني ما تقول الأهم ضرورة ما نقول لذلك المعلم الذي لا يحسن الإجابة على هذين السؤالين أنا أحذره كما حذر القرآن عندما حذر أنهم سينفضون من حوله إذا أنت ما بتحتشيمهم وما تحسن أداء ما تقول الناس ستنفض وهم معذورون وهم معذورون لذلك عندنا في المنهج الذي نتقبل فيه الدعاة في مراكز الوعظ والإرشاد أنه يجب أن يحصل على الثلاث صفات الأولى في دخول مجال الدعوة وهي اللينو وعدم الفضاضة وعدم غرضة القلب للآية الكريم طيب الآن ما هي الرباعية؟ هذه نظرية تكاملية في كيفية إعداد منهج للمحاضرات للمناهج الدراسية لكل ما نقدمه من معرفة من قيم يجب على المعلم أن يستطيع أن يعيش الأربعة أدوار الأساسية التي يجب أن تكون في داخل الصف في حياته في تعامله وكذلك الدعاة وكذلك كل من يقدم أي مادة تريد أن تصل إليها سميتها رباعية التأثير الحتمي ربما البعض يستغرب يعني كيف نتحدث عن تأثير حتمي نعم لأننا سنجد أن هذا الأسلوب هو أسلوب الله عز وجل ثم أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلوب الصالحين ستتفاجأون وهو أسلوب الشيطان أيضا لأن الإنسان له مداخل للفهم وللتأثير هذه تنطبق على جميع الناس أي إنسان يتقن هذه الوسائل يستطيع أن يقنع الناس وأنا لتعاملات كثيرة مع وسائل الإعلام في الأصل أنا في الدرجة الأولى إعلامي فالآن وسائل التواصل، القنوات الفضائية، البرامج الأكثر تأثيرا التيك توك، الإستجرام، كله يعتمد على هذه الرباعية في التأثير والتغيير لذلك يجب أن نتقنها وأنا أقدم دورة كاملة عن هذه الوسائل كيف تعامل معها القرآن والسنة من خلال الإعجاز الإعلامي في القرآن والسنة وبين يدي إن شاء الله نموزج بسيط لكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نتعامل مع النصوص النبوية إذن لابد لنا من أربع مراحل يجب أن يتعلم المعلم أن يكون محفزا وهذا هو الإجابة عن سؤال لماذا؟ واي؟ إذا لم نقدم المعلومة بسبب لن يسمع أحد يعني لماذا ندرس السيرة النبوية؟ لماذا اخترنا أن تكون مجسمة ولم تكن صورة فقط؟ لماذا يجب أن نزرع القيم أصلا؟ لماذا نحن نحتاج إلى الصدق؟ هذه الأسئلة يجب أن تكون واضحة واضحة الإجابة في ذهن المعلم لا ينبغي أن يأتي فيقول عليكم أن تفعلوا كلمة عليكم وينبغي هذه غير موجودة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ستجدون عشرات الأحاديث النبي لا يستخدم ينبغي وعليك لذلك يجب أن نجيب عن لماذا لما جاءه الشاب بعجالة سريعة يريد الموافقة على الزنا من النبي عليه الصلاة والسلام النبي لم يقل عليك كذا عليك كذا عليك كذا أجابه عن اللماذا أنت تريد أن تستمتع طب هل سألت نفسك لماذا الآخرين لا يقبلون هذا الأمر؟ فالآن إذا ما عندك قدرة على الإجابة على لماذا لا يمكن أن تقدم معلومة يعني مثال نطرحه دائما إذا أنا الآن اتصلت بأي إنسان قلت له إذا ممكن اتفضل عندي أول سؤال يسأله لماذا فالآن عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أول سؤال لماذا نحن محتاجون إلى هذا الدين هل الدين ضرورة؟ تخيلوا قريش يعني لماذا نقبلك يا محمد؟ نحن عندنا أصنام وعندنا ناس غفل وجهل يسمعون ما نقول ويعطوننا من أموالهم لماذا نأتي بدين جديد؟ هذا الدين ليس فيه الثلاثية التي نعيشها يعني الآن خارج الإسلام الإله محسوس الإله ليس عنده منهج الإله ليس عنده ثواب وعقاب بينما النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بشيء مغاير تماما الإله غير محسوس الإله عنده منهج افعل ولا تفعل والإله عنده جن ونار ثواب وعقاب كيف يمكن وأنا عندي خطبة رائعة أتمنى أن تستمع علي كيف أقنعهم بالغيب فالآن يجب أن يكون المعلم لديه قدرة على الجواب على لماذا بر أباك لماذا صلي لماذا افعل لماذا هذه الإجابات ضرورية جدا وخاصة في عصري من ضمن الشبهات طرحنا مثلا اليوم شبابنا المعاصر وأنا متخصص في جانب كبير في الاقتصاد وأنا قدمت كتاب أموال النبي عليه الصلاة والسلام كيلو كرام من الذهب وهناك عشرات البرامج التي قدمتها أشهرها برنامج النبي المليونير لماذا تحدثت عن هذا الموضوع لأن شبابنا اليوم هناك ربط أن الإسلام يعني فقر فلماذا نتحدث أن الإسلام مرتبط فقر الإجابة الأكثر شيوعا أن الإسلام يدعو إلى الفقر وإلى الزلد ونبيه الإسلام كان فقيرا اليوم لو تدخلوا على معاجم اللغة الإنجليزية فوتوا اكتبوا فكير فأي كي آي آر ستجدون أن تعريف فقير مسلم درويش إذن لابد لنا أن نتعلم كيفية الإجابة عن اللماذا وأهم لماذا يجب أن نجيب عليها لماذا على الآخر أن يسمعن لماذا على الطالب أن يسمعن لماذا أدرسه اللغة العربية لماذا تدرس الجغرافيا لماذا تدرس التاريخ لماذا تدرس الرياضيات يجب أن يكون لديك لماذا اللماذا الثاني والمهمة جدا وهي علاقة فينا كمعلمين كدعاة لماذا نحن ندرس هل ندرس لشهرة لمنصب لمال أم أن هناك رسالة دعوية وهي واضحة المعالم تمام ولها أدوات قياز لها كيبي آيز نعرف فيها إذا كنت مخلصا أم لا إذن هذا في مربع لماذا وهذا نسميه مربع التحفيز إذن المعلم لا بد أن يكون محفزا يستطيع الرد على مربع لماذا ثم يستطيع الإجابة على مربع ماذا وهذا نتقنه جميعا التي هو المعلومات هنا المعلم موجود لكن نسبة التعليم في العملية التعليمية هو 22% بينما 33% للتحفيز أربعة كيف وهي مهمة جدا كيف أقدم هذه المادة كيف أقدم هذه المعلومات كيف أقدم قيمة الصدق قيمة التعاون قيمة التسامع هذه كيف أقدمها هذا الذي نحتاجه اليوم وله تطبيقات هائلة جدا واختبارات عملية في كيف نصل إلى هذا البعد الرابع والوهم المهم وهو الماذا لو ونسميه مرحلة الخبير ماذا لو نجح هذا الموضوع وماذا لو لم يفشل يعني ماذا لو لم أدخل الإسلام طيب شو اللي بدأ يصير ماذا لو لم أطع أبي وأمي ماذا لو أكلت الربا يعني شو اللي بدأ يصير يعني لح تنزل أصاعق عليه من السماء طيب ماذا لو لم أختر الاختيار الصحيح في زواجي طيب وماذا لو اخترت وهذا دائما ندرب عليه في في الخطب أنا خطيب من عمر 14 سنة يجب أن نجيب على ماذا لو والقرآن طافح في هذا إذا تؤمن ماذا لو آمنت شو إليك وماذا لو كفرت شو إليك فاليوم عندما نقدم معلومات دون أن نراعي هذه الرباعية الهامة جدا لا يمكن أن نصل المعلومة إلينا العالم الآخر يستخدم هذه الوسائل ويضع مناهج ليوصل المعلومة التي يريد من خلال هذه الرباعية حتى نستطيع أن نصل ودقيقوا في هذه الرباعية تجدونها في راشيتة كل دواء في الوصفة التي تجدونها في كل دواء افتح ألبة الدواء عندك ستجد أن فيها دائما أربع أسئلة لماذا هذا الدواء ما هو هذا الدواء كيف نستخدمه وماذا لو استخدمته استخدام خاطئ فدائما هذه الرباعية موجودة وحياة النبي والقرآن طافح بالأدلة على هذه الرباعية وفي الجامعة قدمنا القرآن عدة مرات ونحن نستخرج منه آيات لماذا والماذا والكيف وماذا لو وكذلك في سيرة النبوية يبقى شيء حام جدا أننا عندما عذرا أستاذنا المفضل عذرا المتبقي من الوقت خمس دقائق سامحنا على المقاطعة لن أتجاوزها أنا رابط الساعة يعني أمونظر إلى الساعة لن أتجاوزها إن شاء الله يبقى عندنا ثلاث وسائل يجب أن تكون في أسلوب تقديمنا لأي مادة نقدمها وهي مختصرة في ثلاث أليفات الإبهار والاختصار والاختيار تعالوا بسرعة طبعا وهذه نموزج هذا المادة كلها إن شاء الله موجودة عند أستاذ عبدالغني تأخذونها هذا نموزج لكيف تحضر لدرس ممتع ومقنع محاضرة منهج متكامل يجب أن تعبئ هذه الاستمارة بعد التدريب عليها بشكل جيد أنا أقدم دورات هذه يحتاج إلى 12 ساعة لنتدرب كيف نملأ هذا النموزج وتضمن بإذن الله عز وجل التأثير الحتمي فقط أريد أن أطرح نموزج من النمازج انظروا الآن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال خبرة في الإعلام والبرمجة اللغوية والنمزجة السلوكية لاحظوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي أوامر النبي عليه الصلاة والسلام يستدعي يستدعي الطلب من الصحابة أن يسألوا عن الإجابة انظروا إلى هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على السؤال جوابه نعم أو لا حتما الآن لاحظوا الآن اللي عرضوا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يمحو به الله به الخطايا الجواب نعم حتما وهذا يحاكي ضرورة أني أريد أن أتخلص منه هذا في البرامج العقلية العليا هناك ضرورة أريد أن أتخلص منه ويرفع به الدرجات الجواب نعم حتما قالوا بلى يا رسول الله قال وعدد ما هي الأشياء لم يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام عليكم إسباغ الوضوء عليكم كثرة الخطأ عليكم انتظار الصلاة هذا هو أسلوب النبي حديث آخر فيه أربع موافقات ماذا نعني بالموافقات لكي تحصل على ما لا تريد يجب أن تحصل على موافقات من الناس من الطلاب هل تريدون أن تتعلموا لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل تريدون كيف نجح النبي عليه الصلاة والسلام هل تريدون أن تعلموا كيف يمكن أن نحقق حياة سعيدة إذا كانت الأجوبة نعم 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 أعطيهم المعلومة هذا مثال آخر عن حديث للنبي عليه الصلاة والسلام فيه أربع موافقات وحديث آخر أيضا عن فيه خمس موافقات يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي الإجابة حتى حصل على خمس موافقات العشرات من الأمثلة والأحاديث أنا أتمنى أن نصل إلى فهم عميق أننا بحاجة إلى كيف نوصل المعلومة أكثر ماذا نقدم المعلومة وقد أوصيت بوصيتين نحن نحتاج إلى معلم بارع في مواكبة أساليب وتقنيات التعليم المتسارع كي لا تتفوق وسائل التواصل على المعلم اتنين إلزام المدارس بتوفير الدورات التدريبية غير التقليدية وخاصة ما يتعلق بالذكاء الصناعي أتمنى زيارة صفحتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته